الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري منحت الدكتوراه الفخرية لسمو الأمير سلطان بن سلمان الرئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمملكة العربية السعودية ودعا لها مش زيارته لمصر الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية أكد أن الأكاديمية بتعتز بمنح هذه الدكتوراه في العلوم الاجتماعية لسمو الأمير سلطان بن سلمان وأن الدكتوراه لم يتم منحها إلا لأربع شخصيات كبرى منهم الشير زايد النهيان ودكتور أحمد زويل كونه أول رائد فضاء مسلم عربي في العالم وما حققه من إنجازات في العديد من المجالات الاجتماعية والسياسية منحت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمملكة العربية السعودية الدكتوراه الفخرية في العلوم الاجتماعية والتي لم تمنحها إلا لأربع شخصيات كبرى منها الشيخ زايد آل نهيان والدكتور أحمد زويل طبعا وجود سمو الأمير النهاردة شيء نحن نعتز به ونفتخر به سمو الأمير الشخصية يعني كلنا مشهود لها لو بصنا على السيرة الذاتية هل هي سيرة ذاتية متميزة في مجال خدمته في الطيران السعودي طبعا كونه يكون أول رائد فضاء عربي أول رائد فضاء مسلم دراساته واهتمامه بالسياحة واهتمامه بالتراث واهتمامه بالثقافة فكان طبعا رؤية المجلس الأعلى للتعليم في الأكاديمية منح سمو الأمير خلال زيارته الأكاديمية درجة الدكتوراه الفخرية الدكتوراه الفخرية في الأكاديمية حيب نعتز ان احنا بهذه الدرجة ما بنمنحاش كثيرا احنا يمكن اربع مرات على مدار عمرنا الطويل حوالي ما يقارب من خمسين عام سمو المرحوم طبعا شيخ زايد النهيان ودكتور زويل وهكذا يعني فطبعا وجود سمو الأمير النهاردة في الأكاديمية ومنح هذه الدكتوراه اعتقد هو شيء مستحق لي ويعني كان قرار حكيم من مجلس أعلى التعليم بالأكاديمية من جانبه أعرب سمو الأمير عن سعادته بهذا التكريم وأشاد بمجهودات الأكاديمية العربية ورسالتها ورؤيتها لتحقيق الريادة والتميز في مجالات التعليم الجامعي وخدمة المجتمع والبحث العلمي طبعا ما بشك اعتز وافتخر لكن دائما نقول لنا ان الانسان لا يعمل منفرد قبلتها اليوم بلا شك وتشرف ذلك من أكاديمية رصينة يرأسها يعني وأسسها مجلس وزراء النقل في الدول العربية ويقومون يعني كمجلس إدارتها وقدمت لي شخصيات كبيرة جدا على مستوى عالمنا العربي ولكن في نفس الوقت أنا أعمل مع مجموعات كبيرة من الناس والشركة وفي كل المستويات يعني فلذلك أنا يمكن لو قبلتها قبل النيابة العالم جميعا يعني وهناك من هو أكثر استحقاقا مني لكن أنا بذلك أمثلهم الذين هم أكثر استحقاقا مني أو الذين لم يفكروا فيها بعد يعني فلذلك حكي شرف كبير وخاصة أنا من مصر كمان من قائد كاديمية مقر مصر مسيرة عمل مليئة بالإنجازات تنوعت بين علوم الطيران وأدوار مؤثرة على الجانبي السياسي والاجتماعي حصل خلالها سمو الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز على الكثير من الأوسمة والتكريمات تتويجا لما يحققه من تأثير على المستويين العربي والعالمي علي عامر أم بي سي مصر إحنا كمان كان لنا اللقاء خاص مع سمو الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمملكة العربية السعودية وده على هامش مشاركته في الاجتماع المشترك لوزراء السياحة والثقافة في الدول العربية المنعقد بمكتبة الإسكندرية واللي طبعا نتكلم فيه عن استراتيجية تنشيط السياحة العربية وكمان عن علاقات مصر بالمملكة العربية السعودية طبعا يعني اليوم السياحة أصبح قطاع واقعي وحقيقي وليس ترى في حقيقة اليوم اقتصاديات كبيرة جدا قائمة على السياحة وفي بلادنا بالتحديد أتكلم عن المملكة العربية السعودية الآن وبعض الدول أيضا المجاورة أصبحت السياحة مستهدفة كيمكن هدف أول للتنوير الاقتصادي المملكة العربية السعودية ما يحدث فيها اليوم هو حقيقة شيء تمنى أن يحدث من 2005 اللي هو كنا نتحدث عن التنوير الاقتصادي ونتحدث عن أهمية قطاعات جديدة قوية نامية ولأن أصبحت قطاعات ناضجة ولم تعد نامية الآن والسياحة اليوم أصبح قطاع موظف للمواطنين وخاصة الشباب منهم مواطنين نساء ورجال طبعا وأيضا أصبحت السياحة مطلوبة لأنه حتى المواطن يجب أن يرى بلده وهذا يعزز المواطنة ويعزز العمق الانتماء بالنسبة للمواطنين لوطنهم ولكن أيضا بلادنا بلاد مرحبة وبلادنا بلاد جميلة نريد أيضا للعالم أن يراها هذا أفضل من أي دعاية وأفضل من أي شيء آخر التنوع بين السياحة والثقافة والتراث اليوم أصبح اليوم لا يمكن فصل عن بعض البعض من ناحية التكوين يعني كالتجربة السياحية المتكاملة الخدمات والمرافق كلها هذه صبحت منتظمة في اليوم السياحة أحبيت أختصرها يعني اليوم مثلا المنكرة بسعودية تقوم بخطة تطوير اقتصادي شاملة في خطة 2030 خطة التحول نجد أن السياحة تغطي جميع أحداث خطة التحول سواء في فرص العمل أو في مجال الترفيه وجودة الحياة أو في مجال تطوير الخدمات وكذا 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 فلذلك اليوم تعمل الهيئة واصبح اليوم في هناك مؤسسات الحكومة أيضا دخلت في هذا المجال المجالات يعني متقاطعة مع السياحة بشكل أكثر وتركز عليها ولذلك نحن المكربة السعودية نستشرف ما كنا نتكلم عنه في الاستراجية الوطنية اللي خرجت في 2005 هذا العصر الجديد من ناحية زيادة أعداد التتفقات وتطوير المرافق وتطوير وجهات السياحية معالي وزير الحج والعمرة وقع اتفاقية قبل أسبوع يمكن على منصة التأشيرات التي تستعد في المعتمرين حوالي 30 مليون نستهدف نحن المكربة السعودية في السنوات القريبة القادمة إن شاء الله ولكن في نفس الوقت نحن في الهيئة أطلقنا برنامج مشترك مع وزارات مثل الحج والعمرة ووزارات الصحة ووزارات أخرى لما نسميه برنامج السعودية وجهة المسلمين وهذا أيضا تطوير تجربة زوار المكربة السعودية للعمرة وكذا لأنه أيضا ينتظموا ضمن برامج تثقيفية تعريفية تحت مسمى يمكن برامج حتى سياحية ليطلعوا على ما يهم دينهم أيضا المواقع والإسلام حدثها وبدأ من جهل العربية ممكربة السعودية أرض الممكربة السعودية نحن في حديث عن التأشيرات السياحية بخصوص المملكة العربية والدولة الآن تنشئ منصة متكاملة للتأشيرات لعل أول تجاربها الآن ما يحدث في بعض المناسبات الرياضية ولكن أيضا نحن نرى الآن مثل ما ذكرت لك وزارة الحج والعمرة الآن ونتكلم عن هذا الدور أن هناك تنوع السياحة فيما يتعلق مثلا سياحة المعارض والمؤتمرات نحن الآن بعد مرور خمس سنوات التي كانت محددة أصلا في البرنامج عدنا تنظيم برنامج المعارض والمؤتمرات في المملكة وانت تشوف الآن الزخم الكبير من المعارض والمؤتمرات المنظمة واللاعبين الجرد اللي أخرى في هذه الصناعة كل جراء خمس سنوات من العمل الدعوب لأن تقر رئاسة هذه البرنامج لمعالي وزير التجارة الذي سوف يبني على هذه الانجازات الكبيرة جدا في المملكة مقبلة على نحظة في جميع الأنماط السياحية يعني قريبا أو البكرة أو بعد بكرة يبدأ سباقات الفورمولا وهذه ما يسمى السياحة الرياضية المستهدفة أساسا في الاستراتيجية الوطنية السياحة العلاجية والطبية السياحة التعليمية المملكة وجهة المسلمين وكذا يعني قص على ذلك فهناك سياحة المعارض والمؤتمرات فهناك حقيقة كثافة عالية جدا من سواء الذين يقدمون المملكة ويرونها من عين وينافع من نافذة جديدة أو من المواطنين نفسهم الذين نبعوا كثير منهم لم يزوروا حتى بلاده بلادنا غنية جدا مصر اليوم نحن فيها أيضا مصر غنية جدا السياحة قطاع اقتصادي ضخم وكبير جدا إذا ما إن شاء الله أحسن استخدامه يعني بطريقة التي تتوافق أيضا مع المجتمعات التي يعيش فيها السياحة حسب تفاوتها ما بشك منظومة القيم التي نحن حريصين عليها أكثر من غيرنا يعني نحن عايزين نبرك لحضرك على الدكتوراء الفخرية التي تم تقدمها من قبل أكاديمية العربية للعلومة التكنولوجية يعني عايز عرف شعورك إذا هذه الدرجة الشرفية التي تم منحها لحضركك يعني طبعا ما في شك أعتز وأفتخر لكن دائما نقول لنا أن الإنسان لا يعمل منفرد قبلتها اليوم بلا شك وتشرف في ذلك من أكاديمية رصينة يرأسها يعني وأسسها مجلس وزراء النقل في الدول العربية ويقومون يعني كمجلس إدارتها وقدمت لي شخصيات كبيرة جدا على مستوى عالمنا العربي ولكن في نفس الوقت أنا أعمل مع مجموعات كبيرة من الناس والشركة وفي كل المستويات يعني فلذلك أنا يمكن لو قبلتها قبل أن يابتنا عالم جميعا يعني وهناك منهم أكثر استحقاقا مني لكن أنا بذلك أمثلهم الذين هم أكثر استحقاقا مني أو الذين لم يفكروا فيها بعد يعني فلذلك حكي شرف كبير وخاصة أنا من مصر كمان من قاية كاديمية مقرة مصر التعاون ما بين المملكة إن شاء الله ومصر في مجال السياحة لو تكلمنا عنه أكثر والله ما هو تعاون وقع تكامل يعني أنا أعتقد لم يكن هناك في الفترة التي خدمت فيها في هذا القطاع وزير من مصر أو وزيرة إلا كان هناك تكامل وعلاقة وثيقة على المستوى الشخصي أو على مستوى التكامل الهيكل يعني ونحن نعمل الآن مع مصر حسب اتفاقيات وبيننا الآن اتفاقية بنوقعها بكرة في مجال حرف وصناعة تقليدية مصر رائدة في هذا المجال والآن عندنا اتفاقية بنوقع موزير الأعثار على زيارات متبادل لمتحف طرق التجارة اللي قام في أبوظبي العام معرض عالمي الممكة تقيمه وأيضا معرض ضخم جدا لمصر والتراثر الإسلامي المصري في اللي يجي الممكة الربيع السعودية وعملية التنقيب وقعنا اتفاقية مع الدكتور زيح حواس قبل فترة قصيرة لأن نتعاون في مجالات التنقيب ويعني المصريين اليوم وجود الممكة الربيع السعودية ليس مستغرب لأنهم هم معنا يد بيد بنين بلدنا سوا والمصريين يكلم دور كبير في بناء الحرامين الشريفين في الثقافة في التعليم أنا من الناس اللي عصرت المصريين في جميع مراهل حياتي ولازلت ولي أقدرهم تقدير خاص ولكن قبلي ما بشك سيد الحرامين الشريفين الملك سلمان يعني ينظر لمصر ويحب مصر محبة خاصة حقيقة ويوصينا عليها ترجمة نانسي قنقر